السلام عليكم متابعي قناة اتشي دي فيلم الكرام وبيبدأ الجزء التاني من مسلسلنا النهاردة لما لي بيقول لجيهون انه عارف اللي حصل لاخته وكمان عارف مكانها بيتخنق مع بعض وبينجرح جيهون فبتاخده هيون للمطعم علشان تعالج جرحه وهناك بتسأله لو افتكر ليه فبيقول لها انه كان زميله وهم صغيرين بس مش فكروا اوي فبتقوله انه هي كمان مش فكرة بس على الاقل اكيد زمان كان احسن من دلوقتي وهنا بيتقربوا البعض وبتبقى نظراتهم لبعض كلها حب وبيشوفهم جين من برا وبيشوف ان مامة يون وجدتها جايين فبيبعدهم عن المكان على قد ما يقدر وبعدين بيفتكر جيهون لما الراجل اللي تسجن فقت لاخته قال له انها كانت مصابة وقتها وليه كمان قال له نفس الكلام فبيتصل بالشرطة علشان يسألهم عن عنوان الراجل اللي تحبس وبنعرف ان اسمه هان وبيرجع الزابط جون للقسم وبتشوفه هوانج وهو متعور من الخناءة وبتسأله عن السبب لكنه بيرفض يقولها وبيوصل جيهون لهان وبيقوله انه عاوز يعرف منه اللي حصل وهو تسبب ازاي في موت اخته جيونج فبيقوله هان ان يوم الحادثة اخته كانت مصابة وهو كان المفروض يوصلها لبيتها لكنه ما وصلهاش ولو كان وصلها كان زمانها لسه عايشة وبعد ما بيسمع جيهون الكلام بيسيبه وبيمشي ولما بيكون خارج من عنده بيشوف ابنه جون وبيسأله عن سبب وجوده هنا فبيقوله انه كان عاوز يعرف منه اللي حصل لاخته لكن جون بيحذره انه مايجيش هنا تاني وإلا هيئذيه وبيمشي جيهون وبيقرر يتصل بلي علشان يسأله عن اللي كان يقصده فبيقوله لي انه لازم يقفل دلوقتي وهيكلمه بعدين وده لان لي بيكون معاه شخص مش ظاهر لكن الشخص ده بيطلب منه انه مايقفلش الخط وبياخد الموبايل من لي وبيسأل جيهون عن مكان والده الحالي وبيقفل الخط بعدها وبيكون في زابط اسمه ويك ماشي في الشارع وبيلمح لي مع الشخص اللي معاه وبتكون هيون وقفة قدام المطعم مستنية جيهون علشان تسأله عن اللي وصل ليه وأثناء ما بتكون وقفة بتفتكر كلام قالته ليها جدتها وهو انها ما ببصش وراها مهما حصل وما تفكرش في الماضي وبيوصل جيهون عند المطعم وبيقول لهيون انه فعلا ليه مجذبش عليه وكل واحد فيهم بيروح على بيته وبيكونوا مش عارفين ينامه فبينزل جيهون للمطعم وبييجي جين بيلاقي ان درجة حرارته عالية جدا وبتلاحظ جدت هيون انها لسه صحية فبتقعد وبتهديها وتاني يون بتنزل هيون لشغلها في المطعم بس بتلاقيه مقفول وبتعرف ان جيهون مريض وبتطلب اون انها تخرج معاها وبتفضل اون تشتري لها مكياج وحاجات كتير علشان تعاوض معاها فقدها لختها ولما بترجع هيون للبيت بتلاقي ان جيهون فتح المطعم ولما بتدخل تقوله انه لسه تعبان بيقول لها انه بقى كويس وبيقول لها انه سبب رجوعه للحي هو انه عايز يدور على والده اللي اختفى وانه كان فكره مات لحد محد من الشرطة كلمه وقاله انه لقى بطاية ابوه وقع في الشارع لكنه مقدرش يقول لمامته لان حالتها كانت كل فترة بتدهور اكتر بسبب اختفاء اخته وعلشان كده هو قرر انه يشتغل كتير علشان يبطل يحس بالزنب بس برضو مش قادر ينسى وبيقول لها انه فرحان انها جنبه وانه فتفضلها فبتقول له هيون نصيح جدتها ليها وهي انه يبطل يفكر في الماضي وفي الحاجات اللي بتوجعه وبتسيبه وبتمشي وبيفتكر جيهون اخر مقابلة مع باباه لما طلب منه انه يرجع البيت ويبطل يدور على اخته لكنه صمم انه يفضل يدور عليها وطلب منه يروح لوالدته وياخد باله منها وكانوا على تواصل لحد ما اخباره اتقطعت فجأة فعرف انه مات والمرة دي بتحصل فيها حاجة جديدة وهي ان هيون حسد بالحزن اللي جواه على عكس كل مرة كان هو اللي بيحس بيها وبتروح له المطعم تاني وهناك بيعترف لها بحبه ليها وبيعتذر ليها فبتقول له انها كانت نفسها في اللحظة دي من اول ما شفته وبيدخل عليهم جين وبيكون واقف محروح جدا انه دخل في وقت زي ده ولما بتكون هيون مروحة البيت بتفتكر ذكرى قديمة لكنها بتبقى مشواشة ومش واضحة وبتفتكر كلام ليه لما قالها انه كان بيقابلها عند البوابة الحمرة وهم صغيرين وبتكون ماشية في الشارع وهي خايفة فبتتصل بجيهون تطلب منه انه يفضل معاها على الخط لحد ما تروح في النوم لانها مش عارفة تنام لكنه بيكون شايفها وهي ماشية في الشارع فبيعرف انها بتجدب عليه وبتصحى هيون تاني يوم وهي مبسوطة جدا بسبب اللي قالوا لها جيهون مبارح وبتكون قاعدة بتفطر مع اهلها وهي سعيدة ولما بتسألها مامتها عن سبب سعادتها بتقول لها ان الحب شعور جميل جدا فبتحذرها الام من انها تكون بتحب جيهون فبتقول لها انه شخص تاني وبتجدب عليها وبتطلع هيون قضتها وبتلبس لبس شيك وبتحط ميكاب علشان تعجب جيهون اكتر لكنه ما بياخدش باله من كل اللي عملته فبتتدايق جدا وبيروح يقعد مع جين فبتيجي قون وبتقوله ان الكلب بتاعه حلو قوي وبتسأله عن اسمه فبيقول لها انه عاوز يسميه باستا لكن هيون بتظهر وبتقوله يسميه هايون علشان يبقى قريب من حروف اسمه وبتكون اصدى تردله لما قال لجين ان هيون بالنسباله زي الكلب بتاعه وبتسيبهم وبتمشي فبيروح وراها جيهون وبيقول لها هي ليه قالت كده فبتقوله انه هو شخص متقلب ومهزوز لكنها بتحبه بكل حالاته وعاوزاه يكون احسن من كده فبيقول لها ان شكلها جميل جدا وبتقرر هيون انها تدور على المكان اللي هي بتشوفه في حلمها واللي بيكون في بوابة حمر كبيرة وفعلا بتلاقي المكان بعد بحث كتير لكن لون البوابة بيكون مختلف فبتقول لنفسها انه اكيد مش دا المكان وبتمشي وبيكون جيهون بيشتري سمك من السوق وبيسأل يونج بيع السمك لو كان يعرف حاجة عن حدثة اختفاء اخته وده لانه في الحي من زمان وما سبهوش فبيقول له يونج انه هيعدي عليه في المطعم بالليل وبنشوف والدة وجدة هيون وهما بيحرصوا البيت بسبب خفهم من لي وبيكون معاهم ادوات حدة وبيلاقوا زابط الشرطة هو جاي لهم وبيسألهم هما ليه ما بلغوش عن لي فبيقولوله انهم خافوا لانه هددهم بهيون فبيديهم صفرة وبيقولهم لو حسوا باي خبر يستعملوها وهو هيحضر عندهم في الحال وبتيجي لجيهون مكالمة من الشرطة ولما بيروح بيدوله موبايل بيكونوا فاكرينه بتاعه وبنعرف ان الموبايل دا كان بتاع لي وهو رماه وبيطلب جيهون من جون انه يساعده في حل لغز اختفاء اخته لكن جون بيرفض فبيقوله جيهون انه لو ساعده هيقدر يوصل لدليل برائة والد هان من القضية فبيوافق جون وبيطلب منه جيهون انهم يفرغوا كاميرات المرأبة علشان يعرفوا مكان لي وبنعرف ان هان رفض يثبت برائته لانه كان شغال في ملها ليلي بعدما كان مدرس موسيقى محترم وان الدم اللي كان على هدومه يوم الحادثة كان نتيجة اشتباك حصل معاه مش من اخت جيهون زي ما الشرطة كانت فاكراه علشان كده سابوه وبيروح يونج تاجر السمك المطعم عندي جيهون لكنه مش بيلاقيه وتاني يوم بتصحه يوم في كامل نشاطها وبتقرر تواصل البحث عن المكان اللي بتشوفه في حلمها باستمرار وبتكون راجعة من المكتبة اللي بتذاكر فيها فبيوقفها ليه وبيسألها هي ليه بلغت عنه فبتقوله انها ما عملتش كده وبتكون خايفة جدا وفجأة الشرطة بتوصل وخفها بيوصل لجيهون فبيروح عندها بسرعة وبيعتذر لها فبتقوله انها افتقرت جيونج اخته وانها كانت اخر حد شافها وهي لسه عايشة فبيقول لها انه خايف عليها جدا وبيلاحظ ان فيه جرحة على رأبتها وبتطلع هيون لقضتها وبتطلع الخريطة اللي فيها المكان اللي بتحلم به فبتقول لنفسها انه نفس المكان اللي هي رحيته لكن لون البوابة وارد جدا انه يكون تغير بفعل مرور الوقت وبتحلم هيون بكابوس فبيحس بيها جيهون ولما بتنزل تشرب ميا ما بتلاقيش حد من اهلها تحت وبتكون مامتها وجدتها مع الشورتي وبيقول لها ان ليه اتهجم على هيون فبتصرخ الام وبتهدد انها هتقزي لي لو فكر يقرب من بنتها تاني وبتكون هيون وقفة بعيد وسمعة كل حاجة والتاني يوم بيكون جيهون في الجيم وبيفكر في الكلام اللي قالهوله لي عن اخته وبتكون هيون قاعدة بتفطر مع اهلها وبيسألوها هي ليه خبت عليهم ان ليه اتعرض ليها فبتقول لهم ان هم كمان مخبيين عليها حاجات كتير ولما بيحقولها الحاجات اللي مخبيينها هتبقى تحكي لهم هي كمان على كل حاجة وبتروح المطعم وبيسألها جيهون عن حالها دلوقتي فبتقوله انها كويسة علشان هو جنبها بس وبيكون قون وجين شايفينهم اما عن جون فبيلاقي بابا ولما بيقرب منه علشان يكلمه ما بيقدرش وبيتحرج منه وبيمشي وبيروح الاسم علشان يتخانق مع ووق رئيس الشرطة وبتاخده هوانج وبتخرج وبتسأله هو ليه بيعمل كده فبيقول لها انه عاوز يفرق كاميرات المرأبة اللي في الحي علشان يعرف مكان ليه ويعرف اللي حصل بالزبط منه علشان يثبت برائط والده ولما بيكون هيون وجيهون مع بعض في المطعم بتيجي مكلمة الجيهون من جون فبيقوله فيها انه عاوز يقابله فبيطلب من هيون انها تيجي معاه للسوبر ماركت علشان يجيبوا اكل يعملول جون وهوانج لما يجوا وفي السوبر ماركت بيحاول البيع يقرب من هيون فبيغير جيهون عليها وبيمنعه وبيرجعوا للمطعم وبيحضروا لهم الترابيزة ولما بيقعدوا مع بعض بيسأل جون هيون عن سبب محاولتها لقتل ليه فبتقوله انه تهجم عليها وما كانش قدامها غير انها تعمل كده فبيطمنها وبيقول لها انه هيساعدها وبيقولهم جيهون يخلصوا اكل الاول وبعدين يتكلموا وبيلحظوا ان هيون وجيهون بيحبوا بعض وبيفضلوا يضحقوا وبيخرج جون وجيهون من المطعم وبيسألوا جيهون لو كلم والده ولا لسه فبيقولوا انه مقدرش يواجهه وده لان والده جاله اكتر من مرة وحاول يفهمه اللي حصل لكنه طرد ورفض حتى يسمعه وهو دلوقتي ندمان انه مدلوش الفرصة اللي دافع بيها عن نفسه قدامه وبيلحظوا ان التلاجة تسرقت ولما بيمشوا بتشكره هيون على كل اللي بيعملوا معاها فبيقول لها انه عاوز يساعد جون في موضوع والده وبنعرف ان رئيس الشرطة هو اللي اكبر يونج بيع السمك انه يعترف على هان ويتهمه في القضية وتاني يوم بتقف عيلة هيون ومعاهم جيون قدام التلاجة بعد ما لقوها في الشارع ومش عارفين سبب اختفاءها ولا سبب رجوعها فبيروح جيهون علشان يفتح التلاجة وهو خايف وفجأة بيخرج جون من وراهم وبيقول لهم انه هو اللي اخدها علشان كم محتاجها وفي يوم اجازة المطعم بيطلب جيهون من هون انها تقعد تذاكر فيه بدل ما تروح المكتبة ولما بتكون دخل المطعم بتفتكر ان عيد ميلاد جيهون النهاردة فبتقرر انها تروح لبيته وبيقعد جيهون ياكل مع والدته في البيت ولما بيكون قايم بتسأله عن ابوه فبيجدب عليها وبيقول لها انه بخير وبينزل للجنينة يتمشى وبيفضل يفكر في اخته وبيقول انها وحشته اوي وبتكون هيون ماشي وراه فبتقول له مين هي اللي وحشتك وبيتفاجئ بيها وبيسألها عن سبب وودها هنا فبتقول له انها وقفة من بدري مستنياه وبيقعدوا مع بعض وبيشكرها انها دايما معاه وبتروح هيون على بيتها وبيروح جيهون للمطعم وبيلاقي رسالة هناك مكتوب فيها ان هديته في التلاجة ولما بيفتحها بيلاقي فيها هدية متغلفة وبتلاقي هيون المكان معمول عليه دايرة في الخريطة فبتقرر انها تنزل تبلغ جيهون وبيظهر ليلي جيهون في المطعم وبيقول له انه عاوز يحكيله حاجة فبياخده وبيخرجه من المطعم وبتشوفهم هيون من بعيد وهم ما وقفين مع بعض وبيقول له ليه انه هيحكيله اللي حصل مع اخته من 18 سنة وبيديله لعبة قديمة جدا وبيقول له انه هو صغير كان نفسه يبقى معاه اللعبة دي لكنه ما كانش معاه فلوس يجيبها فجاله شخصه وقال له انه هيجيب له اللعبة دي بس بشرط انه يجيب له بنته صغيرة فاستغل اصابة اخته وجابهاله ولما بيسأله جيهون عن الشخص ده بيقول له هي هيون ما حكيتش ليه حاجة فبيقول له ان هيون مش قادرة تفتكر اللي حصل فبيضحك ليه اكتر بشكل هستيري وبيقول له ان هيون كانت هتبقى ضحية زي اخته بالزبط لو لانها قدرت تهرب وبتوصل هيون للمكان وبتلاقي سرداب تحت الارض فبتنزل وبتبدأ تفتكر بصعوبة وبتفتكر لما جيون كانت قاعدة بتعيط وخيفة وفجأة الباب بتفتح ودخل راجل غريب وبتكون هيون مش فاكرة شكله لكن سمع صوته وبتطلع تجري من البيت لكن بتشوفها الست مرات صاحب البيت وبيكون اسمه تشو وبنرجع لليه اللي بيفضل يستفز في جيهون وبيقول له انه هيفتكر اللي حصل لاخته كل ما يبص له هيون وبيسأله جيهون تاني عن الشخص اللي هو اداله اخته وفجأة بيظهر شخص بيحاول يقتل جيهون لكن بيغمى عليه ومش بيموت فبتحس بي هيون وبتجري على المطعم لكنها مش بتلاقيه هناك وبتفضل تتصل بيه اكتر من مرة لكن من غير فايدة لحد ما بيرجع له وعيه وبيرد عليها وبيتصل جيهون بالشرطة وبيحكي لهم اللي حصل وبيقول انه لما فاق ملقاش حد معاه لا لي ولا الراجل اللي كان عاوز يقتله وبيقول انه اكيد الشخص اللي كان عاوز يتخلص منه هو نفس الشخص اللي قتل اخته زمان وبيروح جيهون المطعم وبيقابل هيون هناك وكل واحد فيهم بيبقى عايز يحكي للتاني اللي عرفه لكن بيكونوا مترددين وكل واحد بيروح بيته وفي بيت هيون بتطلب من اهلها انها تعرف اكتر عن حياتهم القديمة وبتكون شكة انهم قتلوا حد قبل كده وبتكون عاوزة تسألهم عن كده لكن بتتردد وما بتسألش بسبب خوفها لو قالولها انهم فعلا قتلوا قبل كده وبيقول جيهون لجين انه عاوز يتخلص من التلاجة فبيقوله جين انه كده ممكن اي حد ياخدها فبيرد جيهون بلا مبالاة عليه وبيقوله اللي عاوز ياخدها يقدر ياخدها وبيوصل جون وبيقوله انه مش هيقدر يفرغي الكاميرات لكنه هيتصرف وبتنزل هيون وهي مقررة تحكيله اللي افتكرته لكن بينشغلوا في المطعم ومحدش فيهم بيحكي حاجة للتاني وبيقول لها جيهون ان المطعم محتاج شوية حاجات هيروح يشتريها وبيكون محتاجها فعلا وهناك بيكون هما الاتنين عاوزين يعترفوا البعض بس مش عارفين ازاي وبتاخدوا هيون للبيت اللي لقيته وبينزلوا السرداب وتحت بيشوف جيهون ستيكر ملزوق على الحيطة فبيعرف انه اخته فعلا كانت هنا وده لان الستيكر ده هو اللي كان مدهولها وبيوصل تشو وبيسأله عن سبب وجوده ببيته ودخلوا ازاي فبيسأله جيهون لو كان هو صاحب البيت فبيقوله انه كان فيه ساكن قابله وهو اشترى البيت منه وبعد ما بيمشي جيهون بيكون تشو ندمان جدا وبيفضل يعيط ومراته بتكون وقفة وشايفة حاله وبتعتذر هيون لجيهون انها مش قادرة تفتكر شكل الخاطف فبيبرر لها ندمها انها كانت لسه صغيرة واستعابها محدود وبتسأل هيون مامتها مرة تانية عن حياتهم القديمة لكنها بترفض تجاوبها فبتقول لها هيون انها افتكرت حاجات من يوم حدثة اختفاء جيونج فبتنزل الام عند جدة هيون وبتبلغها ان هيون زاكرتها بدأت ترجع لها وبتقول لها انها مش هتقدر تحكي لها حاجة عن اللي حصل والتاني يوم بتكون هيون ماشية في الشارع وبتكون زوجة تشو ماشية وراها ونظراتها مريبة وبتكون قون ماشية في نفس الشارع وبتشوفهم فبتاخد زوجة تشو بعيد عن هيون وبتحذرها انها مش هتسيبها لو عملت حاجة لصحبتها وبيكون هيونج سهران مع اثنين من رجال الشرطة ولما بتخلص الصهرة بيطلع على مخزن قصاد بيته وبيكون حابس لي هناك وبيترجع لي انه يسيبه يمشي في سلام وبيوعده انه مش هيحكي لأي حد عن اللي حصل بينهم فبيقول له يونج انه خب حقيقته لأكتر من 18 سنة ودلوقتي عايز الحي كله يعرفها وبيوصر خبر لقسم الشرطة ان في تلاجة في الحي تعطلت فجأة ولما بيروحوا علشان ياخدوها بيلقوها كبيرة جدا فبيستأذن جون من والده انه يستلف العاجة للجرارة بتاعته علشان ينقلوها عليها وبيقول له ابو ياخدها ولما بيوصالوا الاسم بالتلاجة بتروح هوانج علشان تفتحها لكنها بتقف مصدومة قدام اللي بتشوفه في الوقت ده بتفتكر هيون انها كانت مخطوفة مع جيونج وانها قدرت تفتح باب حديد وتعدي منه لكنها عدت جيونج الاول بس ما قدرتش تمشي معاها بسبب اصابتها فهيون خافت وهربت وسبتها فبتروح لجيهون وبتقوله انهم لازم ينفصلوا عن بعض لانها كانت سبب في موت اخته وبنشوف في القسم انهم لقوا جسد لي جوه التلاجة وبنشوف لاشبك لمامة هيون لما لقيتها وهي مخطوفة وبنرجع للحاضر وبتكون الام والجدة قاعدين مع بعض وبتقول لها الام ان هيون ما قدرتش تتذكر كل اللي حصل وبتجي لهم الشرطة وبتسألهم لو هم اللي قاتلوا لي فبينكروا وبتيجي مكلمة الجيهون وهو في المطعم مع هيون وبيعرفوا ان لي مات وبيحققوا مع كل سكان الحي ولما بيروح جيهون وهيون لقسم الشرطة بيشوفوهم هناك وهم بيخرجوا جسد لي فبيتخاف هيون لكن جيهون بيمسك ايديها علشان يطمنها وبيوصل خبر مقتل لي لجين وقون وهم في المطعم وبتبدأ الام تقلق على هيون وبتنزل مع الجد علشان يدوروا عليها لحد ما بيلقوها في المطعم وبيزعقوا لها فبيهديهم جيهون وبيقعدهم في المطعم وبيقدم لهم الاكل وعلى الاكل بتسأل الام لو حد فيهم قتل لي لكن كلهم بينكروا وبعد الاكل بيكون واضح على قون انها شربت كتير فبتطلب منها هيون انها ببات معاها النهاردة لكنها بترفض وبتمشي وبتفضل تعيط وهي مشى لوحدها وبنشوف يونج وهو بيغير نمرة العربية بتاعته وبيفتكر الكلام اللي قالهوله ليه قبل ما يقتله وبتيجي رسالة لهيون من جيهون بيطلب منها انها تنزله ولما بتنزل بتقوله انها انفصلت عنه بسبب انها ما قدرتش تنقذ اخته وحس بالزنب فبيقول لها انه مش عاوز ينفصل عنها وانه بيحبها جدا لدرجة انها لو سابته هيرجع حزين وتايه زي الاول قبل ما يعرفها فبتقرر انها تفضل معاه وبتعتذر لي انها فكرت تسيبه والتاني يوم بتقول الجد المامة هيون ان بنتها لازم تعرف كل حاجة وبتنزل هيون للمطعم وبتسمع جون وهو بيكلم جيهون في التليفون فبتعرف انه مطلوب للتحقيق وبيروح جون يرجع العربية بتاعت بابا لكنه بيسمع رئيس الشرطة وهو بيتكلم معاه بطريقة مش كويسة فبيظهر قدامهم وبيتهجم عليه وبيضربه وبتيجي الشرطة ومعاهم هوانج وبتسأله هو ليه عمل كده بس ما بيردش عليها وبيكون جيهون مقرر انه يروح لهان ويقدم ليه اكل كنوع من الاعتذار على اتهامه بقتل اخته لكنه بيلاقي البوليس والاسعاف هناك وبيرفض رئيس الشرطة ويك انه يروح مع الاسعاف برغم الجروح اللي كانت في وشه وبيقف ويكقصات جيهون وبيقوله انه يوم اختفاء اخته رحلوا القسم هو وصديقه علشان يقدموا بلاغ لكنه استهزق بيهم ورفض انه يعمل محضر فبيقوله جيهون انهم بالفعل مستمرين في البحث عن خاطف اخته وقاتل ليه لانهم شخص واحد وبنشوف زوجة تشو وهي بتسأله عن سبب اتهام الناس ليه بخاطف جيونج وبتطلب منه انه يحكي لها وهي هتسامحه وبتكون هيون قاعدة في قضيتها بتفتكر الكلام اللي قالته لها جيونج لكن مامتها بتدخل وبتقطعها وبتكون خلاص قررت انها هتحكي حياتها القديمة لبنتها وبتقول لها انها قبل ما تتولد كانت بتستحمل معاملة باباها العنيفة جدا وانها استنت لحد ما ولدتها وقررت انها تاخدها وتهرب ومن بعدها كانت بتشتغل طول اليوم علشان تقدر توفر لها كل احتياجاتها لدرجة انها في يوم ما تخاطفت ما حستش بيها اصلا غير لما روحت البيت بالليل وما لقيتهاش موجودة ولما نزلت تدور عليها هي وجدتها وصلت للمكان اللي هي مخطوفة فيه وكان معاهم زابط شرطة اسمه هو وكان في واحد من المجرمين اللي في المكان هيقتلهو فقتلته هي قبل ما يعمل حاجة وبتقول لها ان هو ده الشخص اللي قتلته في حياتها وبيكون تشوب ماشي في الشارع وبيتخيل جيونج وهي ماشي وراه فبيقول لها تسيبه في حاله وتبطل تظهرله وبتقرر هيون انها تنزل تتمشى وهي مخنوقة من الكلام اللي سمعته من مامتها وبيظهر قدامها هيونج فبتحس بخوف وبيحس بيها جيهون لكنه بيبص على الغرفة بتاعتها من تحت بيلاقي نورها شغال وبيكون تشو رايح لجيهون علشان يعترف له باللي حصل لكنه بيتردد وبيرجع في كلامه وبيطلب هيونج من هيون انه يوصلها البيت لكنها بترفض وبيتفكروا بط جزمتها فبينزل يربطوا ليها وهنا بتبدأ هيون تفتكره وبتخاف جدا وهو كمان بيحس انها افتكرته وبتروح مامة هيون للزابط هو وبتقوله انها اعترفت لهيون باللي حصل وبتكون هيون قاعدة مع جدتها فبتقول لها الجدة ان مامتها فكرت تبلغ عن نفسها اكتر من مرة لكنها كل مرة كانت بتخاف وبترجع في كلامها وهنا بتحس هيون ان مامتها لها دور في موت جيونج وده لانها لو كانت اعترفت على نفسها كانوا قدروا يوصلوا لجيونج ويلحقوها وبيتصل جيهون بهيون علشان يطمن عليها فبتقوله انها كويسة لكنه بيعرف انها بتكذب عليه فبيطلب انه يقابلها ولما بتنزل بتحكيله عن اللي عرفته وبتقرر المرة دي انها تنفصل عنه فعلا بسبب احساس الزنبئ اللي محاوتها وبتعتذر له وبتسيبه وبتمشي وتاني يوم بيقول جيهون لصديقه جين انه هيقفل المطعم ويمشي من الحي كله لانه تعب من المكان وتاني يوم بتيجي مامة هيون المطعم وبتطلب منه انه يسمعها فبيرفض انها تقوله اي كلام وبيقول لها انها شركة فئات لاخته بطريقة غير مباشرة وبتكون هيون واقفة برا وشايفة كل حاجة وبترضى البصة عليه لكنه بيتجاهلها وبيروح جون لويك وبيقدم استقالته فبيقول لويك انه برضو هيقدم فيه شكوى بالتعدي عليه وجون بيبين له انه مش خايف منه وبيقوله انه مستني الشكوى بتاعته وبيطلع برا القسم وبتطلع وراه وانج علشان تخليه يرجع عن قرار استقالته لكنه بيرفض وبيسيبها وبيمشي وبتكون الشرطة موجودة في بيت هيون وبتوصف لهم المكان اللي افتكرت الاحداث فيه وبتسألها جدتها لو هو ده البيت اللي بتشوفه في احلامها فبتقول لها ايوة وبتفتكر الجدة لما راحت البيت ده زمان وكان بيت مهجور وبتقول مامة هيون ليها انها عارفة ان هي وجيهون بيحبوا بعض وبتروح هوانج الهان فبتلاقيه قاعد بيعزف على البيانو وبتبتسم لما بتشوفه وبيفتكر هو ان يونج كان بيفتش مع المنطقة اللي حصلت فيها الحدثة وبياخده معافل عربية وبيبدأ يسأله شوية اسئلة فبيعرف يونج انه خلاص تكشف وبيخضر هو وبياخده للمغزن اللي كان خاطف فيه لي واخيرا بيقرر تشوء انه لازم يعترف لجيهون علشان يريح ضميره وبيقوله انه اخته كانت مصابة وطلبت منه انه يوصلها لكنه سبها ومشي ولما بيلومه جيهون بيقوله انه ما كانش يعرف اللي هيحصل لها بعد كده وبيفهمه انه ما قتلهاش وبتروح زوجة تشون لهيون واهلها وبتقولهم انها شكة في جوزها ولما بيفوق هون بيلاقي نفسه مربوط في كورسي قدام يونج وبيقوله انه هو اللي خطف جيونج فبيحس هو بزم بالتأصير في شغله وبيترجى يونج انه يقتله ويخلصه من حياته علشان ما يحسش بالزم وبيقول جيهون لتشو انه مش مسامحه لانه لو كان لحق اخته ووصلها ما كانتش ماتت وبيفضل تشوي عيط بحور او ندم شديد وبيتصل جيهون بهيون وبيقول لها انه محتاجها جنبه فبتروح له فعلا فبتلاقيه بعيط وحزين جدا فبتحضنه علشان تهديه وهنا بيربط جيهون كل الاحداث ببعضها وبيقول لهيون انه تشو تسبب في موت اخته عن طريق انه تخلى عنها وممتها موتتها لما فضلت نفسها عليها ورفضت تبلغ عن نفسها وبيقرر هو المراد انه ينفصل عنها وبيقرر يمشي من المكان كله وبيتشوف هيون يونج وبتفتكر لما قدم لها زمان لعبة وبنعرف ان يونج كان بيتعرض لها كتير الفترة الاخيرة علشان يعرف هي فكرة ولا لا وبيلاقيها بصله بصدمة فبيعرف انها افتكرته بشكل كامل وبتطلع هيون من السوق لكن يونج بيطلع يجري وراها وبتستخبه هيون في محل لكن خفها بيوصل لجيهون فبيتصل بصاحبه جين بسرعة علشان يقوله انها في خطر وبيخاف جدا عليها وبيحس بنفس الاحساس اللي حسه لما اخته ماتت زمان وبيكون مش عاوز يخسر هيون زي ما خسر اخته وبيوصل للمكان اللي هي فيه وبيطعنها يونج بسكينة فبيجري عليها جيهون على امل انه يقدر ينقذها لكن يونج بيروح ورا بالسكينة علشان يقتله هو كمان وفجأة الشرطة بتقتحم المكان وبتقبض على يونج وبتقول هيون لجيهون وهي بتنزف انها افتكرت كلام جيونج لها وهو انها تقول لاخوها انه مالوش زن بفلا حصل لها لو جرالها حاجة ووقتها رابط الاحساس اللي بينهم بيتفاك لانها خلاص وصلت له الرسالة اللي تواجد الرابط علشانها وبيروح جيهون يعترف لمامته بموت والده وبتقرر مامته انها تسامحه وهان وابنه جون بيقربوا من بعض وبنشوف هان مظهره تغير وبقى شخص شيك بعد ما كان متشرد في الشوارع وبيرجع جون لهوانج اما هيون وجيهون فبيتخصموا شهر وبيرجعوا البعض من تاني وبيفتتحوا المطعم وبيشتهر جدا وبيرتبط جين بقون وبنعرف ان جدة هيون ما تبقاش والدة مامتها لكنها والدة باباها وقررت انها تعيش مع مامتها بعد ما ابنها تخلى عنهم وبكده بينتهي مسلسلنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات اتش دي فيلم